بعض الناس يتوهم أن تحكيم الشريعة عند الحاكم فقط أو عند المحاكم الشرعية ولا يدري أن كل واحد مننا لابد يحكم الشريعة صحيح؟ بينك وبين فلان خصومة حكم الشريعة مع أولادك مع جيرانك مع كذا مع كذا ولهذا ما استطاع أن يطبق الشريعة على نفسه فأخذ يكفر الحاكم فتحكيم الشريعة يكون من كل أحد